السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو رح نتكلم عن الجناس ما هو الجناس هو أن يتشابه اللفظان في النط ويختلفان في المعنى طيب إذن أنا عندي كلمتين هذول الكلمتين راح يتشابهون ولكن المعنى يختلفون يعني بالشكل نفس الشي ولكن في المعنى ليسوا نفسه ذلك ويوم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة الآن الساعة هي يوم القيامة الساعة الثانية هنا هي بمعنى وقت ساعة زمنية طيب الجناس طبعا إلى نوعين عندي أولا اللي هو جناس تام من اسمه تام يعني تم يعني كامل اللي هو أنه يجي نفس المعنى بالضبط يعني نفس الترتيب قصلي وليس المعنى العاف وليس المعنى الترتيب يعني بالشكل صليت المغرب في المغرب أنا صليت المغرب في دولة المغرب نفس الشيء بالضبط المغرب المغرب نفس الشيء تماما أصلحت الساعة في ساعة حلو أصلحت ساعة في ساعة يعني الآن المعنى يختلف أصلحت ساعة يعني ساعة هاي اليدوية أو أي ساعة في ساعة في مدة زمنية استمرت ساعة الوقت من ذهب وقد ذهب نفس الشيء بالضبط هذا هو تام حلو لازم النوع يعني أنا ما عندي فعل باسم لازم يكون اثنيناتهم بفعل اثنيناتهم اسم فيتش لازم العدد نفس العدد والتشكيل نفس التشكيل وترتيب الحروف نفس الترتيب الناقص هو ما ينقص من ذلك فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر أنا عندي تقهر وعندي تنهر عندي تقهر وتنهر هذول يعني متشابهين ولكن مختلفين في حرف واحد فهذا يسمونه ناقص لما اختلف به الأبداع في أمور واحدة من هاي الأربعة لو عندي تقهر تقهر لأننا قلنا هذا تم بس لين عندي تقهر وتنهر فقلنا ناقص والتفت الساقي بالساق إلى ربك يوم إذن المساق ساق ما ساق ساق ما ساق خلقي وخلقي الصفائح الصحائف وإلى آخره وإلى آخره طبعا هذا كل ما موجود بالنسبة لجناس تام والجناس الناقص فقط موضوع بسيط جدا وسهل ويسؤال أو استفسار فعن يحب موضوع بسيط جدا امور وخلط